اشتركوا في القناة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الملك محمد السادس اعطى تعليمته في اخر مجلس وزاري لتطلق الحكومة برنامجا كلفته عشر ملايين درهم لدعم الفلاحين على مستوى العلاف ودعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا واكد بيتاس خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء عقبا عقاد المجلس الحكومي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة طوال المدة الماضية لتزويد السوق الوطني باللوح ملحة ورأس تساهم في توفير اعداد كافية من اضاح العيد في الاسواق ونقط البيع ومن ضمن هذه الاجراءات يريد بيتاس هناك الاعفاء من رسوم الاستراد والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتشجيع المستوردين على استراد عدد اكبر من الابقار والاغنام واعتبر المسؤول الحكومي ان هذه الاجراءات ستساهم فيها تحكم في الاسعار اشتركوا في القناة